بالنسبة للمكتب المبعوث الأممي أو المنظمات الدولة هؤلاء الموظفين يريدون فقط على أن تستمر رواتبهم ولكن نقول على أن الموقف الأمريكي الآن أصبح متذبذب فهناك اتجاهين اتجاه يريد السلام مع الحوثي بشكل فعلي ويسعى على الضغط على الشرعية اليمنية على أن تدفع الرواتب وهناك طرح في بعض وصائل الإعلام على أنه تم فعلا تسليم الرواتب للحوثيين وهناك كمان طرح آخر أو اتجاه آخر كمان في نفس إطار السياسة الأمريكية على إعادة إدراج الحوثيين في كاميرا الضم إرهابية هذا التناقض الأمريكي في الموقف الأمريكي هو المشكلة الحقيقية الآن الذي لم تعطي خطوة لا للسلام ولا لحسب المعركة في الحرب الموقف الأمريكي ربما هو الأصعب الذي لم يكن ليس هناك وضوح حقيقي ماذا يريد الأمريكان فإن تحددت ماذا يريد الأمريكي يمكن للشرعية اليمنية أن تعمل أو تخطو إلى الأمام وفي هذه الحالة التي فيها يسود الضبابية في إطار المفاوضات تجري ما بين الأمريكان والسعوديين والحوثيين وإيران والسبعادة الشرعية لم يعود أمام الشرعية من خيار غير على أن توجد لها مكان وتفرط رأيها من خلال القوى العسكرية بتحريك الجبهات